السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم مايكروسوفت أوفيس اكسل حلقة النهاردة هتبقى حلقة مهمة جدا جدا لأي حد نفسه يتعلم برمجة ومش عارف يبتدي ازاي فحلقة النهاردة هنتعلم ازاي نصمم برنامج أو نصمم نموذج ادخال بيانات للموظفين بتحتوي على بيانات الموظفين كلها كاملة وبتحتوي على صورة الموظف أنا مش عايزك تقلق خالص لو انت ما تعرفش اي حاجة في البرمجة بعد الحلقة دي هتبقى محترف في البرمجة بس المهمة تتفرج على الحلقة من اولة الاخرة وما تفوتش اي كلمة بتتقال عايزك تسمع كل حاجة كده بتركيز ومشي معايا واحدة واحدة للاخر أنا هنا عامل نموذج للشرح نموذج ادخال بيانات لما بفتح الملف الاكسل دوت لو لاحظتوا معايا فيه برنامج اتفتح شيت الاكسل نفسه ما تفتحش عند دلوقتي احنا صممنا برنامج هنتعلم ازاي نعمل البرنامج دوت من خلال الاكسل ده نموذج ادخال بيانات طب لو حبيت استعلم عن اي بيان لو جيت مثلا حبيت استعلم عن احمد عز مغرد ان انا اكتب اول حرف منه لو كتبت مثلا حرف الالف كده هيطلع لي كل الاسماء الموظفين اللي عندي اللي بيبتدوا بحرف الالف هنلاقي هنا احمد عز وهنلاقي احمد حلمي طب لو انا اخترت كده احمد عز وعملت هنا استعلم هيطلع لي بيانات احمد عز كلها وصورته والبيانات كلها كاملة طب لو حبيت ابحث عن حد تاني هنعمل هنا كده بيان جديد وهاجي هنا مثلا هنختار احمد حلمي وهندوس استعلم طيب لو حبيت اختار اي حد تاني قلت مثلا هنا كريم عب عزيز واخترت اسمه وجيت عملت استعلم هيطلع لي بيانات كريم كلها وطبعا هنا في حفظ بيانات وفي استعلم وفي تعديل على البيان لو حبيت اعدل على البيان دوت او حبيت احذف البيان دوت ولو حبيت افتح ملف الاكسل نفسه لو دست هنا كده فتح ملف هيدخلني على شيت الاكسل وعمل زر هنا شاشة الادخال مجرد ان انا هدوس عليها هيدخلني على نموذج الادخال بتاعنا نقدر ندخل فيه اي بيان جديد احنا عايزينه ونقدر نحمل اي صورة احنا عايزينها اول ده هيبقى موضوع حلقتنا النهاردة ويلا بينا نبدأ الشرح على طول بس في البداية يعني بتمنى انتو تدعموني بلايك للفيديو واللي بيشوفني الاول مرة يعمل اشتراك في القناة موضوع اللايك ده جماعة مهم جدا بالنسبة لي يعني زي ما انا ما بخلش عليكم معلومة ياريت انتو كمان ما تبخلوش علي بلايك للفيديو انت مجرد ان انت بتعمل لايك للفيديو بتساعد ان الفيديو ينتشر اكتر على اليوتيوب انزل بقى دلوقتي اعمل لايك ويلا بينا نبدأ الشرح على طول طيب اول حاجة بقى هنعملها هنقفل البرنامج اللي احنا عاملينه دوت كده وهنفتح ملف اكسل الجديد خالص هفتحه قدامك اهو وهنبتدي نصمم في البرنامج واحدة واحدة طيب اول حاجة هنعملها قبل ما نبتدي نشتغل في اي حاجة لازم نحفظ الملف اللي احنا فتحناه دوت بصيغة الماكرو طالما هنشتغل برمضة يبقى الملف دوت لازم يتحفظ بصيغة الماكرو لو ما حفزناش الملف ده بصيغة الماكرو اي حاجة هتعملها مش هتشتغل على الملف دوت طيب نحفظ الملف بصيغة الماكرو ازاي هنيجي هنا من فايل وهنخش على save as ونبتدي نحدد المكان اللي هنشيل فيه الملف دوت وهنبتدي نسميه انا هسميه مثلا نموزج ادخال بيانات طيب انا كده سميت الملف بتاعي احفظه ازاي بقى بصيغة الماكرو هنيجي هنا على save as طيب هنفتح السهم دوت هيطلع علينا اختيارات كتير هنختار تاني اختيار excel macro enable workbook هنعلم عليها كده وهبتدي هشيله انا هشيله على disk top وبعد كده هندوس save بيقول لي ان الملف دوت فيه ملف تاني باسم نموزج ادخال بيانات طب انا هنغير في الاسم دوت هنقول مثلا ايه شرح هنقول هنا شرح تصميم برنامج نموزج ادخال بيانات وهعمل save للملف طبعا هو كده اتحافظ معي بصيغة الماكرو لو فعلناك كده وروحنا بصينا عليه هنلاقي الملف هنا هوت طيب وهتلاقي الامتدات بتاعه excel sm طيب هنفتح الملف تاني يبقى احنا كده اول حاجة عملناها حفظنا الملف بصيغة الماكرو طيب تاني حاجة نتأكد منها ان احنا مفعالين الماكرو طيب هنفعل الماكرو ازاي هنيجي نفتح هنا قيمة developer طب لو القايمة دي مش ظهرة عندك هنظهرها ازاي هتيجي كده في اي مكان تدوس click المين وهندوس customize the ribbon هتفتح معك الشاشة ديت من الشاشة دي هتيجي في الجزء دوت هتلاقي كلمة developer هنا مش متعلم عليها صح كل اللي هتعمله هتتعلم عليها صح وهتدوس اوكي هتلاقيها ظهرت معاك طيب هنخش على قيمة developer وهنيجي هنا على ماكرو سيكيوروتي هنضغط عليها هتظهر معانا الشاشة دي هتلاقي فيه اربع اختيارات هنا انت تأكد لو الاختيار مسلا متعلم على الاختيار الاول اتأكد ان انت معلم على الاختيار الرابع اخر اختيار كده وهندوس اوكي يبقى انت كده حفظ الملف بصيغة الماكرو ومفعل الماكرو طيب هنعمل ايه بعد كده زي ما انا واقف كده جوة قيمة developer هنخش على شاشة محرر الاكوان طيب في الشاشة ديت هنعمل فيها ايه هنبتدي نصمم الفورم اللي احنا كنا شايفينه في الشرح او هنصمم النموذج لدخال البيانات هنصممه ازاي او هنظهره ازاي هنيجي هنا من قيمة insert وهنختار user form هنضغط عليها بالشكل دوت هتزعم معايا بالشكل دوت هو ده اليوزر فورم وبيتصهر معها التول بوكس اللي هو سندوق الادوات دوت طيب الشاشة ديت او الوجه ديت انت طبعا ممكن تكبرها وتصغرها لو مسكت كده عند الحرف بتاعها وفضلت ماسك بالماوس وجيت سحبتها كده فوق او تحت او شمال او المين هي هتسحب معاك وهتتحرك معاك زي ما انت شايف كده ديبعا انا ممكن اقبر وصغر بالماوس زي ما انتو شايفين كده طيب ممكن اقبر وصغر برضو من الادوات الخاصة باليوزر فورم اللي هي دي بروبيرتز يوزر فورم طيب لو الادوات دي مش زهرة معاك لو هي مخفية مثلا كده ازاي ازاي ازهرة هاجي نقف على اليوزر فورم دوت ونعمل كليك المين وندوس بروبيرتز هتظهر معانا زي ما انتو شايفين كده طيب طبعا الادوات دي في حاجات كتير جدا برضو هنشرح معظمها واحنا بنصمم البرنامج طيب اول حاجة هنعرفها دلوقتي لو انا عايز اقبر او اصغر الفورم دوت من خلال الادوات هنيجي هنا هتلاقي في حاجة اسمي هنا هايت ده الطول هو هنا مديني تلتمية واثناشر وستة من عشرة طيب انا عايز اقبر الطول بتاعه شوية اخليه مثلا خمسة وعشرة يبقى هكتب هنا خمسة وعشرة ودوس انتر اللي حصل اليوزر فورم بتاعي خد الطول اللي انا محدده طيب لو انا عايز احدد العرض من خلال سندوق الادوات دوت هنيجي كده ننزل تحت خالص هنلاقي كلمة ويتس هنلاقي هنا 384 انا اخليه مثلا 890 وهندوس انتر يبقى هي ده مثلا حجم الشاشة او حجم نموذج الادخال اللي انا محتاجه طيب اول حاجة انا عايز اعملها عايز اعمل عنوان للشاشة ديت عشان اعمل عنوان هنيجي هنا على تول بوكس او سندوق الادوات دوت هنلاقي في بعض الادوات اللي احنا هنحتاجها هنيجي هنا على سندوق الادوات دوت وهنختار منه الليبل هنلاقي واخد حرف الاي كده ولو مجرد ان اقف عليه بالموز هتظهر كلمة ليبل هنقف عليها هنضغط عليها وهاجي هنا ابتدي احدد عنوان الشاشة بتاعتي انا اخدها مثلا من هنا وابتدي اسحابها لغاية اخر الفورم بالشكل ده كده مثلا طبعا برضو زي ما عملنا هنا في اليوزر فورم انت ممكن في الفريم دوت تقبر وتصغر بالموز او ممكن تقبر وتصغر من خلال سندوق الادوات طب انا لو عايز اغير الطول مثلا من خلال سندوق الادوات لازم انا بقى واقف عليه بالموز كده محدده بعد كده هاجي على ادوات بتاعته لحظوا معي انا لما بوقف على اليوزر فورم الادوات الخاصة باليوزر فورم هي الابتظار لما بقف على اليوزر الادوات الخاصة بالليبل هي اللي بتظهر انا دلوقتي مسلا عايز اغير في الطول هو الطول هنا كامل طول هنا اربعة وخمسين اخلي مسلا اين تمانية واربعين ودوس اوكي هيصغر معي زي ما انتم شايفين كده طيب اللي احنا عملناه دوت انا دلوقتي عايز اكتب العنوان بتاعي نكتب العنوان بتاعي ازاي هنقف عليه كده بالشكل دوت هنضغط عليه ضغطة ونضغط ضغطة تانية بالراحة كده هتظهر معنا الموس جوه الليبل كده هنمسح الليبل دوت ونبتدي نكتب اللي احنا عايزينه بس نخلي بالنا من حاجة لو انا دوست ضغطتين كده واربعين هيدخلني جوه شاشة محرر الاكوات بتاعي الليبل نفسه لا انا مش عايز ديت طب عشان ازهر الفورم برضو هنجي هنا على اليوزر فورم ندوس عليه دابل كلك هتظهر معي الشاشة بتاعتي طيب انا دلوقتي عايز اكتب جوه الليبل دوت انا وضغطت ضغطة اوت وبعد كده جيت ضغطة تانية ظهرت معي او ممكن هحدد كده الليبل واجي هنا من الادوات بتاعته على الكابشن هنلاقي في كلمة كابشن هنا وهنلاقي الليبل واحد هنمسح الليبل واحد دوت هنكتب هنا نموزج ادخال بيانات الموظفين هتظهر معي الشكل الدوت طبعا الكتابة مش ظهرة خالص والخط رفايع او زي ما انتم شايفين كده هنتعلم مع بعض ازاي نظهر الفونت ونقبره وندي لون للليبل نفسه طيب طيب انا لو عايز ادي لون للعنوان بتاعي هنيجي نقف عليه كده وبعد كده نخش على الاعدادات بتاعته هنيجي هنا على باك كولر هنيجي على باك كولر هنلاقي فيه سهم كده هنفتح السهم هنيجي نقف هنا ونبتدي نختار اللون اللي احنا عايزينه اختار مثلا اللون ده طيب الكتابة كده مش ظهرة خالص هنظهرها ازاي هنيجي هنا على حاجة اسمها الفور كالر دي الخاصة بالكتابة هنفتح السهم وهبتدي اي لون يمشي مع اللون اللي احنا عاملينه دوت طبعا موضوع الالوان دوت دي الجعلك انت انت طبعا بتختار اللون اللي يريح رينك وانت ايه بترتاح له انا اختار مثلا هنا اللون الاصفر الكتابة تبقى باللون الاصفر زي ما انتم شايفين كده طيب الكتابة هنا انا عايزها تبقى في النص ما تبقاش كده على الشمال ولا تبقى على الليمين عايزها تبقى في النص اللي بول اللي احنا عاملينه دوت هنيجي نحدد اللي بول نوقف عليه وبعد كده هنيجي ننزل تحت خالص من الاعدادات بتاعته وهنيجي هنا على تيكست اللاين هنفتح السهم دوت ونختار تيكست اللاين سنتر طيب دلوقت انا عايز اكبر الفونت هنيجي هنا بالاعدادات برضو زي ما انا واقف كده على الليبل محدده هنيجي هنا على الفونت نفتح هنلاقي فيه تلات نقط كده هنضغط عليها هتفتح معانا الشاشة زي ديت هنبتدي نختار نوع الخط انا اختار هنا مثلا ايه اريال وهخليه بولد وهاجه اكبر الفونت هخليه مثلا تمانية وعشرين وندوس اوكي هيزعم معانا بالشكل دوت طيب لو عايز اكبر الفونت كمان هنيجي نفتح الفونت كده ونكبره هيبقى بالشكل ده معانا طيب انا دلوقتي عملت ليبل ولونته ولونت الكتابة وكبرت الفونت يعني الحدود بقى بتاعت الليبل نفسه انا ممكن برضو اديها لون مختلف هنيجي هنا على الباكس بوردر كالر هتلاقي في الاعدادات بتاعته هنا بوردر كالر هنيجي نختار اللون اختار مثلا اللون الاصفر وهاجي هنا على بوردر ستايل اللي تحتها على طول هنخليها رقم واحد يبقى هتظهر معي بالشكل دوت نفسه انا ممكن ادي له لون وممكن ادي له صورة يعني لو عايزين نحط صورة من الصور الجاهزة عندك انت اي صورة او اي خلفية عايز تحطها ممكن نعملها نعملها ازاي هنيجي هنا مسلا هنتأكد ان احنا واقفين بالموز كده على اليوزر فورم نفسه هي ضغطة واحدة خلي بالك لو ضغطت ضغطتين وراء بعض هتخش جوه شاشة محرر الاكواد انا مش عايز ده انا عايز اكيد تدوس دوسة واحدة بس عشان تبقى واقف على اليوزر فورم بعد كده هنيجي على الاعدادات بتاعته هنلاقي فيه حاجة اسمها بيكتشار هتبتدي تفتح تلات نقط الدول وهتبتدي تشوف الصورة اللي انت عايزها او الخلفية اللي انت عايزها طبعا انا ممكن احط اي صورة من الدول لو حطيت مثلا اخترت هنا احمد حلمي ودست اوبين طبعا انت بتبقى مجهز الصور قبلها هتحط لك طبعا الصورة بالشكل ده طبعا انا عايز الصورة مثلا تبقى واغدة مساحة النموذج كله بتاعي هنيجي هنا على البيكتشار سايز مود هنفتح الساعة ونختار بيكتشار سايز مود ستريتش هتظهر معانا بالشكل ده طبعا مش هحطوا صورة موظف زي ما انتوا شايفين كده لا انا بس بعرفكوا الطريقة انت لو عندك صورة او خلفية عايز تحطها فانا معلمك ايه ازاي تحط خلفية طيب انا مسلا عايز الخلفية دي تبقى سادة خالص ممكن برضو هنيجي هنا الاول هنيجي على البيكتشار دية نوف كده وبعد كده نعمل دليت بالكيبورد عشان نمسح الصورة طيب انا عايز احط خلفية عادية هنيجي هنا من الباك كولر وتبتدي تختار اي لون من الالوان دي لو انت مسلا عندك صورة او خلفية هادية او سادة غير الالوان ديت عايز تختارها برضو هتختارها منين من الباكتشار هتيجي هنا على الباكتشار وتبتدي تختار انا كنت مجهز صورة كده او خلفية ديت هنختار ديت و هندوس اوكي هتظهب معنا بالشكل كده ادي الشكل بتاعنا ايه ابتدى ايه يظهر وينطق شوية طب لو انا عايزة تشوف الفورم ده كده على الطبيعة هنعمل هنا ران هنلاقي فيه زي مسلس كده لو ضغط عليه هيظهر لي بالشكل دوت يبا هو ده ايه النموذج الادخال بتاعنا طبعا هنبتدي نحط فيه بقى الازرار بتاعتنا وبقية البيانات بتاعتنا هنيجي نايفينه من هنا كده وبعد كده هنبتدي نعمل بقية الشغل بتاعنا طيب اول حاجة هنعملها ايه هنعمل مسلا كود الموظف كود الموظف هيتعمل بايه بحاجتين اول حاجة بنستخدم فيها اللابل اللي هنحط فيه الاسم كود الموظف تاني حاجة بنستخدمها التكست بوكس اللي هنكتب فيه رقم الموظف يعني ايه الكلام دوت طب هنيجي هنا على الليبل وهنضغط عليه بالشكل دوت وبعد كده هاجي ارسم الليبل بتاعي هنا في اي مكان كده بالشكل ده وطبعا عشان اكتب جوازة ما اتعلمنا هنا هنعمل ايه ياما نضغط ضغطة كمان كده ياما بنعلم عليه ونيجي على الاعدادات بتاعته في الكابشن هنلاقي فيه لبل تو دوت طبعا اي لبل انت بتعمله بياخد رقم تلقائي يعني ده كده لبل وان وده كده ايه لبل تو طيب انا عايز بقى ومكتوب جواه لبل تو انا عايز اللي جواه دوت امسحه هنعمله دريد كده وانيجي على الكابشن وهنكتب مثلا ايه كود الموظف هكتب هنا كود الموظف واندوس انتر هتظهر معنا بالشكل دوت طيب انا دلوقتي الاعدادات اللي انا عملتها في الليبل دوت هعملها برضو في الليبل دوت هنقف هنا كده وهاجي اختار من الباك كالر اللون هاختار مثلا نفس اللون دوت وهاجي باك الكتاب اختفط خالص بس عايز الكتابة تبقى باللون الاصفر يبقى هنيجي هنا على الفور كالر هنختار اللون الاصفر طيب الكتابة كده اه صغيرة عايزين نكبرها هنيجي هنا على الفونت نبتدي نحدد نوع الكتابة انا هنخليها اريال انت برضو ممكن تختار بقى اي نوع خط برضو انت ايه بترتاحه وهخليه بولد وهخليه مثلا 16 وهندوس اوكي طيب وهخلي الكتابة تبقى في نص الليبل يبقى هننزل تحت خالص كده وهنيجي على تيكست اللاين وهنختار تيكست اللاين سنتر هتظهر معانا بالشكل دو طيب لو عايز عمل لها حدود الحدود بتاعتها تبقى باللون الاصفر زي ده كده هنيجي نقف عليها هنيجي هنا على بوردر كالر ونفتح السهم ده كده ونختار اللون الاصفر وهاجي على اللي تحتها بوردر ستايل ونخليها رقم واحد هتظهر معانا بالشكل دو طيب دلوقتي انا كتبت المسمى فين بقى الجزء اللي انا هكتب فيه كود الموظف ده اسمه تيكست بوكس طيب التيكست بوكس دو هنظهره ازاي هنيجي على صندوق الادوات دو هنلاقي حاجة هنا اسمها تيكست بوكس هنضغط عليها وهبتدي احددها بالموس كده هخلي مثلا حجمها بالشكل دو يبقى هو ده التيكست بوكس بتاعي طب لو جيت شغلت كده الفورم بتاعي وجيت كتبت الرقم هيبقى ظهر زي ما انتم شايفين كده طيب برضو هنبتدي النصك في التيكست بوكس دوت زي ما عملنا في الليبل دوت هنيجي نقف على التيكست بوكس وبنفس الطريقة طبعا هنسيبه ابيض زي ما هو مش هلونه لو انت عايز تلونه ممكن نلونه برضو هنيجي هنا على الفونت هخلي الفونت بتاعه هخلي النوع عشان يبقى كله بنفس النمط وهخليه بولد وهخليه 16 وهندوس اوكي وهخليه في النص يبقى هنزل تحت خالص كده بنختار تيكست اللاين تيكست اللاين سينتر هيبقى الكتابة هتبقى واضح طبعا عايز اعمل البوردر للتيكست بوكس دوت هنقف عليه وهاجي هنا على البوردر كالر هنختار مثلا اللون الاسود وهاجي هنا نخليها واحد يبقى هتظهر معي بالشكل دوت نوع جيت شغلتها وجيت كتبت اي رقم كده عليها هتظهر معي زي ما انتم شايفين كده طيب ده كده اول حاجة معنا طب تاني حاجة عايز اعملها هي الاسم طبعا انا مش كل حاجة هعملها بقى هاجي اختارت من الادوات ديت اعمل لابل وبعد كده هختار تيكست بوكس واجي اعمل بقى ايه الاعدادات زي ما احنا عملنا هنا لأ احنا عملناها مرة خلاص هنعمل ايه بعد كده هنيجي بالماوس كده نحدد الاتنين دول كده مع بعض وبعد كده هاخدهم كده كوبي وبعد كده هعمل بيست واجه اسحابها كده احطاهم تحت بعض بالشكل دوت وهاجي هنا اقفع لقود الموظف كده واقفع عليه مرة تانية كده وابتدي امسح ده كده واكتب هنا اسم اسم الموظف وهاجي هنا على التكست بوكس نقبره شوية هنيجي نقف كده بالماوس ونسحب التكست بوكس كده شوية يبقى احنا كده عملنا ايه كود الموظف وعملنا الاسم بعد كده ممكن نعمل ايه تاني نعمل السن هنيجي ناخد كده كوبي ونعمل بيست ونيجي هنا كده ونيجي على اللابل نضغط ضغط تن بس مش وراء بعض ونكتب هنا السن وبعد كده نعمل بيست ونيجي هنحتاج تاني نجري اسم الموظف والسن والاسم ونحتاج مثلا ايه المؤهل الدراسي طيب هنيجي هنا كده مثلا هنكتب المؤهل الدراسي هتظهر معنا بالشكل دوا طيب المؤهل الدراسي ديت انا مش عايزة يخليها تكست بوكس انا عايزة اخطر منها المؤهلitat اللي انا عايزه مش عايزة اكتبه. عايزة بقايمة بسهم كده افتح السهم اختار منها الموهل اللي انا عايزه. طيب هنيجي على تيكست بوكس دوت و هنعمله دليت من الكيبورد هنمسحه. وهنيجي هنا من عدوات بتاعة التول بوكس ديت. هنختار منها حاجة اسمها كومبو بوكس. هنلاقيها هنا هيت. هنضغط عليها. وهبتدي احدد الكومبو بوكس بتاعي بالشكل دوت. زي ما انتو شايفين كده. طيب. هبتدي اعمل بقى لعدادات بتاعة الكومبو بوكس. هنيجي نقف عليه كده الاول. وبعد كده هاجة اختار الفونت. انا هخلي الفونت اريل. وهخليه بولد. وهخليه 16. وهندوس اوكي. وبعد كده هخلي الكتابة تبقى في النص. يبقى هنختار تيكست اللاين. وهنقول تيكست اللاين سنتر. وهعمل حدود للكومبو بوكس بتاعي. يبقى هنيجي هنا على البوردر. color. هدي له لون. وهاجي هنا على الستيل. هنختار رقم واحد. هتظهر معي بالشكل دوت. طيب. لو انا عايز السهم دوت يبقى الناحية التانية العكس. هنعملها ازاي. هنقف على اليوزر نفسه بالشكل دوت. ونخش على الاعدادات بتاعته. وهنيجي نختار منها هنا. هتلاقي فيه حاجة اسمها right to lift. هتلاقي هنا فولز. هنفتح السهم دوت. وهنخليها true. هتلاقي السهم بتنقل بقى الناحية التانية. طيب. انا عم احتاج بيان ايه تاني? محتاج مسلا الحالة الاجتماعية. برضو الحالة الاجتماعية عايزها تبقى قايمة. اختار منها ما اكتبهاش. طيب ناخد اللي اتنين دول كده كوبي. ونيجي نحط كده بست. ونيجي نحطها تحت بعض كده. واغير هنا المسمة. هتبقى دي ايه? الحالة الاجتماعية. طبعا لو عايزين نقبر شوية. يعني انا ممكن ايه? اعلم على ده كله كده. واتاخرهم كده. بسيطة. واجي هنا. على الليبل. اعلم عليه كله كده. واجي. في اي واحدة منهم. اخدها كده واسحبها. عشان اكبرها شوية. طيب. انا محتاجي تاني. محتاج مسلا ايه? رقم التليفون. طيب. رقم التليفون مش عشان عشان اعمله قائمة بقى تبقى تيكست بوكس. يبقى نيجي ناخد دول كده كده كوبي. ونيجي نعمل بست كده هنا. ونحطها هنا. وهاجي كده. نكتب هنا ايه? رقم التليفون. طيب. ونعمل بست تاني. ونيجي نكتب بقى هنا مسلا ايه? العنوان. نقف كده ونقف على اللابل. وممكن بقى هكتب العنوان من هنا من الكابشن. هنلاقي كلمة السن مكتوبة هنا. هنمسحها. ونكتب ايه? العنوان. وندوس اينتر. طيب. انا بيانات تاني اللي انا ممكن احتاجة. محتاج بقى عايز الوظيفة. هنيجي نعمل كده. ونيجي نختارها هنا مسلا. محطاها هنا. ونكتب هنا مسلا ايه? الوظيفة. انا ماشي معاكم واحدة واحدة عشان ايه? تبقوا عارفين احنا بنعمل ايه بالزبط? طيب. عاجة نختار مسلا ايه? الدرجة الوظيفة. هنيجي هنا كده. نحطها تحتها. ونكتب هنا ايه? الدرجة الوظيفة. طيب. وما احتاج تاني اعمل ايه تاني? هنحتاج برضو ايه? تاريخ الدرجة او تاريخ الترقي. طيب هنيجي نكتب هنا تاريخ الترقي. طيب محتاج بقى احطي المرتب. انا اكتب هنا المرتب. ولو فيه حوافز يبقى نحطي هنا ايه? الحافز الشهري. الحافز الشهري. وعايزين نقول في الاخر ايه? اجمال الدخل. انت طبعا اه انا بس معرفك ايه الطريقة. انت كل واحد بقى حسب شغله. انت ممكن تحطي البيانات بقى اللي انت ايه محتاجها حسب شغلك انت. طيب هنيجي هنا. هنقول اجمالي الدخل. وهنتعلم مع بعض ازاي لما نكتب اي رقم هنا ورقم هنا يجمع هنا على طول بصورة تلقائية. هنتعلم الكلام ده كله واحنا بنشرح تصميم البرنامج. طيب. انا دلوقتي فاضل معي ايه? ان انا حطت صورة. صورة للموظف. طيب. السندوق الهدوات اختفى. انا قفلته وعايز ازهره ازاي. هنيجي هنا من فوق. هتلاقي حاجة عاملة زي الشاكوش كده. مكتوب عليها التول بوكس. هنضغط عليها ضغطة. هنلاقي السندوق بتاعنا ظهر هو. طيب. هنختار من هنا. هنختار حاجة اسمها اميج. هنيجي على الاميج ديت. نعلم عليها. وابتدي احدد مكان اللي انا هنضغط في الصورة. هنضغط له مثلا هنا. الشكل ده كده مثلا. وطبعا ايه? ممكن نقبر ونصغر. زي ما احنا عايزين. وممكن برضو ايه? من الاعدادات بتاعته. وانا واقف عليه كده. باجي على الطول ده مثلا. هو هنا مية اربعة واربعين. انا اخليه مثلا مية اتنين وستية. وادوس انتر. والعرض بتاعه ننزل تحت. هنلاقي الويتس هنا. مية اربعة وسبعين. لا انا اخليه برضو زيه. مية اتنين وستية. واندوس انتر. دي بقى هيظهر معنا ايه? بالشكل ده. طيب. عايز بقى احط الزرار اللي هيحمل لنا الصورة. الزرار دوت. اسمه ايه هنا? في الهدوات ديت. اسمه كومند بوتون. هنلاقي شكله عامل زي دوت. ممكن تلاقي الشكل عندك انت مختلف حسب الاوفيس اللي انت اشغال عليه. هنلاقي هنا كومند بوتون. هنضغط عليه ضغطة. وابتدي احدده. وارسمه هنا كده بالشكل دوت. هيظهر معي بالشكل ده. نمسح كلمة كومند بوتون ديت. ونبتدي نكتب اللي احنا عايزينه. انا هكتب مسلا ايه? تحميل صورة. طبعا الكتابة مش واضحة بنفس الطريقة اللي عملناها هنا هنعملها هنا. هنيجي نقف على الكومند بوتون دوت. وهاجي هنا على الفونت. خش على الاعدادات. اختار طبعا نوع الخط. انا شغال على الاريال. لابن اختار هنا اريال. وهنخليه بولنت. واجي مسلا هنا. خليه عشرين او طمنتاشر. هنشوف هنلاقيها. الكتابة بقت كبيرة قوي. ممكن نصغرها. او ممكن نكبر الزرار شوية. بالشكل دوت. ممكن هديله كمان اللون. نقف عليه كده. ونيجي هنا على الباك كالر. ونختار بقى اي لون من الالوان ديت. هنختار مثلا اللون دوت كده. طب الكتابة كده مش بينة. نيجي نختار الفول كارر. نغير اللون. اي لون يمشي مع اللون اللي انت اخترته دوت. اختار اللون ده كده. يبقى عايز معي زي ما انتم شايفين كده. طيب. انا دلوقتي بقى عايز بقى اعمل الازرار اللي هتنفزلي الاوامر اللي انا عايزها. سواء اضافة البيانات او الاستعلام عن بيانات او تعديل البيانات او الحزف. عليبتدي نعمل شوية ازرار هنا. طيب قبل ما اعمل الازرار هنعمل كده زي فريم او فورم كده. نحط في الازرار ديت. طيب الفريم اللي هنعمله دوت. هنعمله ازاي? هنيجي برضو على التول بوكس. هنيجي هنا. هنلاقي فيه حاجة اسمها فريم. هنروح كده ندور عليها. هنلاقي هنضغط عليها ضغطة كده. هجي هنا مسلا ايه? احدد الفريم بتاعي. انا وتسيب الماوس هيزهر معك بالشكل دوت. هاجي هنا من الاعدادات بتاعته. من الكابشن هنلاقي كلمة فريم موجودة هنا هيت. انا عايز نمسح الكلمة ديت. هنيجي هنا. من الكابشن. هندلتها كده. وندوس انتر. عشان نمسح كلمة فريم ديت. طبعا انت ممكن برضو هيه تتحكم في طول العرض. من خلال الادوات. يعني هنا طول مثلا بتاعو 72. هخليها مثلا ايه? 78. هتظهر معي بالشكل دوت. طيب لو انا عايز اديها لون باجي هنا برضو على الباك كولر. خلاص انت كده عرفته وحفظته معي ازاي نلون اي حاجة احنا عايزنا. اختار مثلا اللون ده كده. دي الخلفية اللي هحط فيها الازرار بتاعتي. طيب عايزين بقى نعمل الازرار بتاعتنا. هنعملها ازاي? هل ممكن ناخد الزرار ده كده كوبي وحطه هنا وابتدى نسق فيه. وممكن نعمل زرار تاني من هنا من الكمند بوتون دوت وابتدى نسق فيه من الاول. طيب خليني ناخد ده كده طول. كوبي ونيجي نحطه هنا كده بست. نقف كده جوه ونكتب نعمل بست. هيزر معانا زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. طب انا لو عايز اتحكم مسلا في الطول والعرض بتاعه هاجي مسلا في الطول هنا. هنخليها هنا تلاتين انا خليها مسلا ايه تمانية واربعين. هتبقى هنجي كده نسحبها ونحطها كده في الاول خالص. وممكن نصغرها شوية كده. وهنكتب هنا بقى ايه? حفظ بيانات. يبقى الزر ده خاص بايه? بحفظ حفظ البيانات. طبعا ممكن ادي له لون تاني مختلف نقف عليه كده. ونيجي على ونختار مسلا اي لون. اللون ده كده مسلا. ماشي. بعد كده هنجي ناخد ده كده كوبي. ونعمل بست. واجه اجيب الزرار كده جنبه. هسحبه وحطه جنبه كده. وهنكتب هنا ايه? استعلام. واحتاج مسلا زر تاني ايه? لتعديل البيانات. هنا هنغير دي هنخليها تعديل البيانات. طيب. هنحتاج برضو ايه? آآ زر الايه لحزف البيانات. هنعمل بست كده. هنكتب هنا. بدل حفظ هتبقى ايه? حزف. حزف البيانات. طيب. هحتاج مسلا ايه? آآ بيان جديد. لو هدخل اي بيان جديد. هنكتب هنا كده. بيان جديد. طيب. محتاج مسلا ايه? افتح ملف الاكسل لنفسه. هنجي نعمل زر كده. وهنسميه فتح الملف. طيب. واخر زر مع هنحتاجه. اللي هو هيقفل الفورم بتاعنا دوت. هنجي كده. ونصغر بقى الزر ده كده شوية. ونجي نكتب كده كده كلمة اغلاق او نكتب كلمة اجزت. هنجي كده عملنا الازرار البرمجية اللي هتشغل لنا البرنامج بتاعنا. طيب. في محتاج بقى ايه? انا هبحث بايه? هل هبحث بكوده الموظف? ولا هبحث باسم الموظف? انت ممكن تبحث باي حاجة انت عايزها بس المهم انت ايه? هتحددها. احنا مسلا في البرنامج بتاعنا دوت هنبحث باسم الموظف. طيب. يبقى تعالى ناخد كده كوبي. ونيجي نقرره هنا تاني. ونطلعه فوق كده هنا. بالشكل دوت. وهاجي اكتب هنا ايه? بحث بالاسم. بالشكل دوت. طيب. خلينا ايه? نعلم على البيانات دي كده كلها. وننزلها بس ايه? سطرين تحت كمان كده. بالشكل دوت. ونيجي على الفريم دوت. ننزله كمان. طيب. قالت دلوقتي عايز لما اجي اكتب اي اسم وابحث من خلاله يطلع لقايمة بالاسماء كلها. يعني مثلا زي. لو تفتكروا في البداية لما جيت استعلم عن احمد. جاب لي كل الموظفين اللي اسمهم احمد. كل الموظفين اللي اسمهم احمد دول ظهروا فين? ظهروا في قايمة هنا. دي اسمها ليست بوكس. طيب. الليست بوكس دوت نزهره ازاي? او ندرجه ازاي في الشاشة بتاعتنا. برضو بنسندوق الادوات هنا. هندور على حاجة اسمها ليست بوكس. هتمشي واحدة كده. واحدة واحدة لغاية ما هتلاقيها هنا هي. اسمها ايه? ليست بوكس. هنعلم عليها. وهاجي ابتدي احددها من اول بتاع البحث دوت كده. وابتدي احدده الحجم ده كده مسلا. بالشكل دوت. وهاجي اقف على ليست بوكس دوت. وهبتدي برضو اغير في الاعدادات بتاعته. هنيجي هنا على الفونت. ابتدي احدد نوع الخط. اريل. واخليه بولد. وانا اخليه مسلا هنا ايه? عشرة. او حداشر. انا خليها مسلا اثناشر. وندوس اوكي. وهنخلي الكتابة تبقى في النص. ننزل تحت كده. ونختار تيكست اللاين. ونعمل تيكست اللاين سنتر. طيب. يبقى احنا كده نعتبر. نحطينا كل البيانات اللي احنا ممكن نحتاجها. وانسيت برضه اقول لك على الصورة هنا. الامج دوت ممكن برضو نعمل لها حدود. هنيجي هنا. على. وممكن نديها لون كمان مختلف. يعني مثلا ايه? الباك كارر انا ممكن نديها لون ده. نديها مثلا من لون الازرق دوت. والحدود بتاعتها نديها لون اصفر. يعني نختار هنا بوردر كالر. ونختار اللون الاصفر ده مثلا. يبقى هي هتظهر معي بالشكل دوت. طب تعال نشغل النموذج بتاعنا ده كده. او في هنا برضو ما عملتش أنا حدود للليست بوكس. نقف على الليست بوكس. ونيجي هنا على البوردر كالر. هنتجينه مثلا دوت العسويت دوت. وهنخلي الستايل رقم واحد. يبقى هيظهر معي بالشكل دوت. طيب. تعال كده نشغل الفورم بتاعنا دوت. هنعمل هنا ران. هيظهر معي بالشكل دوت. صممنا النموذج اللي هنشتغل عليه. هذه البيانات كلها. وهذه القوائم اللي هنحتاجها. وهذه الصورة. والزرار بتاع تحميل الصورة. وزر اضافة واستعلام وتعديل وحسب وبيان جديد وفتح ملف. وزر الخروج. وهنا المكان اللي هنبحث من خلاله عن الموظف. طيب. هنعمل ايه بعد كده? انا دلوقتي جهزت الفورم بتاعي. عايز بقى اجهز الشيت بتاعي. اللي هيتحط فيه البيانات. يبقى هنيجي كده على الشيت الاكسل نفسه. نضغط هنا على فيو. عشان يظهر لنا الشيت بتاعنا. طيب هبتدي اجهز الشيت دوت هنجهزه ازاي? هنعلم عليه كله كده. وهيجي هنا على قيمة هوم. وهنخليه بولد. وهبتدي اوسطا الكلام كله. وهخلي الفونت مثلا اتناشر. وهيجي هنا مثلا على الصف التالت. وهنبتدي نكتب احنا عندنا اول حاجة ايه? كود الموظف. يبقى هنيجي نكتب هنا. كود الموظف. هبتدي اوسع له الخلية كده شوية. ونوسع الصف شوية. نقبل الصف شوية بالشكل دوت. طيب انا هاعلم برضو على الشيت كله كده. وهغير نوع الكتابة. اخليه برضو ايريال. يظهر معي طبعا بالشكل دوت. لو عايزين نكبر الفونت شوية نكبر. ونخليه هنا مثلا ايه? اربعة عشر. طيب. عندي بعد كود الموظف في ايه? في اسم الموظف. يبقى نكتب هنا. اسم الموظف. وبعد كده السن. وبعد كده. تعال نشوف احنا كنا عاملين ايه? في الفورن بتاعنا. اهم حاجة الترتيب. نمشي بالترتيب. عشان لما نيجي نعمل الاكواد البرمجية بتاعتنا. يبقى الموضوع سهل جدا معانا. وما نضطرش ان احنا كل شوية نروح نشوف رقم العمود كام او اسم التكست بوكس ايه? طيب احنا عملنا كده كود الموظف واسم الموظف والسن. بعد كده فيه المؤهل الدراسي. والحالة الاجتماعية. يبقى نكتب هنا. المؤهل الدراسي. وبعد كده الحالة الاجتماعية. طيب. عايزين بس النص كده شوية عشان يبقى ايه? وبعد كده فيه رقم التليفون. وفيه هنا العنوان. وبعد كده فيه تاني. واحنا بص جده. هنلاقي فيه بقى الوظيفة والدرجة الوظيفية وتاريخ الترقي. يبقى نكتب هنا الوظيفة. وهنا الدرجة. الوظيفة. وهنا تاريخ الترقي. وبعد كده فيه المرتب. الشهري. فيه بعد كده الحافز الشهري. وفيه بعد كده اجمالي الدخل. طب نزبط برضو كده نقبر شوية هنا كده. طيب. عايز بقى ادي لون للعنوان دوت. نزلل عليه كله كده. ونيجي نديهم اي لون. اختار مثلا اللون ده كده. والكتابة بتاعتهم ويخليها باللون الاصفر كده. ماشي. بفضل معنا حاجة هنا كمان. هنيجي هنا. هنكتب امتداد الصورة. ونيجي على الصفين اللي قبل منه كده. نقبرها شوية. وعايز اعمل زر هنا. اللي هيظهر لنا النموذج بتاعنا. هنيجي نعمل انسيرت. وهاجي هنا على الشيبس. واختار اي شكل من الاشكال ديت. اختار الشكل ده مثلا كده. وابتدى احدده هنا كده مثلا. وهاجي اكتب هنا مثلا ايه? نموذج. ادخال البيانات. وابتدى اكبره شوية اكبر الفونت بتاعها واخليها بولت. واسطنها. واكبر كده الفونت شوية. وهاجي هنا على الشيب فورمات. ممكن طبعا اختار اي شكل من الاشكال ديت. اختارت الشكل ده كده مثلا. وهاجي هنا على الحدود بتاعته. نخليها باللون الاسود. ونقبرها شوية. والكتابة البضاء دي انا عايزها مثلا باللون الاسود. هنيجي هنا على الهوم. وانيجي على العرف الاي دوت. نختار اللون الاسود. هتظهر معنا بالشكل دوت. طيب احنا كده اتعلمنا مع بعض ازاي نعمل النموذج ادخال البيانات. وحطينا فيه البيانات اللي احنا محتاجينها كلها. والازرار البرمجية اللي احنا محتاجينها. وجهزنا الشيط بتاعنا لاستقبال البيانات ديت. طيب انا اكتاب في كده باللي احنا عملنا النهاردة. كل اللي مطلوب منكم ان انتم تنفذوا الخطوات اللي احنا عملناها النهاردة كلها من اولة الاخرة. عشان الحلقة الجاية ان شاء الله هنبتدي نشتغل على الاكواد البرمجية. ونبتدي نمسك كل كود معانا. ونشوفو هيتعمل ازاي وازاي نظهر الصورة. وازاي نستعلم عن الصورة. هستناكوا تصمموا النموذج ده معي. والحلقة الجاية ان شاء الله. عايزين نبقى كلنا كده جاهزين مع بعض. عشان نبتدي نشتغل مع بعض على الازرار اللي معانا ديت. بس قبل ما نافل بالبرمجي بتاعنا. بفكركم. ياريت ما تنسوش اللايك للفيديو. واللي بيشوفني الاول مرة. اعمل اشتراك في القناة. وانتظروني في الحلقة الجاية هتبقى حلقة مهمة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة.